بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالسنا التكوينية في العقيدة السنية سبق أن ذكرنا التكيف وقلنا إن بينه وبين التمثيل علاقة وهذه العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل لأن التكيف ذكر الكيفية مع عدم اشتراط المماثل أما التمثيل فلا بد فيه من ذكر المماثل فالتكيف مثلا أن تقول كيفية الكتاب أنه طويل الورق والتمثيل أن تقول الكتاب هذا مثل كتاب فلان وعليه فالتمثيل تعريفه ذكر المماثل للشيء وعقيدة التمثيل من أخبث العقائد ومن أشرها وأفحشها ومن أجرائها على الله تبارك وتعالى فالممثلة شبهوه عز وجل بالمخلوق وشبه أوصافه بصفات المخلوق وأهل السنة والجماعة يقولون كما قال الله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء فعلم الله تعالى ليس مثل علم المخلوق ويد الله تعالى ليست مثل يد المخلوق بل كما يليق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ولا شك أن درء هذه العقيدة سهل في الأصل لأنه عندنا في ذلك أدلة سمعية كثيرة وفيها أدلة عقلية أيضا فالأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين خبر وطلب في هذا الباب فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هذا أصرح ما جاء في نفي المثل عنه سبحانه وتعالى وكذلك قوله تعالى هل تعلم له سميا وفي هذه الآية أسلوب عربي يعرف بالاستفهام المقصود به النفي وهو غاية في بلاغة النفي وكذلك في قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد فهذا الإخبار عنه سبحانه وتعالى منه وهو قوي في نفي المماثلة ثم إنه عز وجل طلب مننا أن ننفي عنه المماثل في كثير من المواضع ومن ذلك قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء ومماثلين ويقول سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال على تفسير للسلف أن المراد بالأمثال هنا المماثل ولهذا الممثلة ومن وقع في التمثيل يكون قد جمع بين شرين عظيمين الأول تكذيب الخبر والثاني عصيان أمره وطلبه سبحانه وتعالى وسلفنا الصالح لم يترددوا في تكفير الممثلة بعد إقامة الحجة عليهم ويقول غير واحد ومنهم نعيم بن حمد الخزاعي وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب ومن نواقض الإيمان تكذيب ما جاء في القرآن ويذكر العلماء أدلة عقلية في هذا الباب وهي كثيرة جدا ومنها أن التباين بين الخالق عز وجل والمخلوق موجود بالضرورة وبكل أنواع الضرورات وذلك في كل شيء ابتداء من أصل الوجود فالله تبارك وتعالى أزلي ليس قبله شيء أما المخلوقات فكلها كانت من العدم فيستحيل عقلا أن يتماثل الأزلي مع الحادث وكذا قل في كل الصفات وإن تشابهت في الأسماء فمعلوم أن صفة السمع لله تبارك وتعالى مطلقة لا يحدها حد وصفة السمع للمخلوق محدودة ومتباينة فكيف يتماثل المطلق مع المحدود هذا يستحيل بل هو من قواعد العقلاء ألا يتماثل المطلق مع المحدود ويقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وقل مثل هذا في كل الصفات العلا فكيف يماثل تعالى عياذا بالله المخلوق وهو القائل والأرض جميعا قبضته فهل يتصور هذا في المخلوق كل هذا يستحيل ثم إن التباين والاختلاف في المخلوقات فيما بينهم واضح ظاهر لكل من له عقل فأنت لك سمع والغزال له سمع والطير له سمع فهل سمعك كسمعه وهل سمعك كسمع الغزال والطير ومن الدواب من سمعه أكمل من سمع الإنسان وقوته أكمل من قوة الإنسان وكذا سرعته وكذا شمه ونظره فكيف إذن يتماثل المخلوق مع الخالق والمخلوق في حد ذاته يختلف بعضه عن بعض فهذه كلها أدلة عقلية على رد التمثيل فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وكذلك فقرة وقد حاول بعض الفرق الضالة غير الممثلة أن يرموا أهل السنة والجماعة بالتمثيل وأن شيوخهم رووا أحاديث فيها التمثيل ويمثلون في ذلك بحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني إلى البدر وهو مكتمل فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمل ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قالوا كما الكاف هنا للتشبيه فهذا حديث فيه تشبيه وفيه تمثيل والجواب على هذا يكون كالآتي أولا ينبغي التيق من أن الوحية لا يتعارض أبدا ولا يتناقض وأنه إذا شعرت بذلك أو بان لك أن هناك تعارض بين القرآن والقرآن أو القرآن والسنة أو السنة الصحيحة والسنة الصحيحة فإنما هذا وهم منك وليس هو في الواقع حقيقة وقد سابق أن بينا هذا في دروسنا الأولى التي فيها خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وأنها لا تناقض فيها وقلنا إن ورد هذا الاشتباه والتعارض فإنك ترد المشتبه إلى المحكم وفي هذه المسألة التي نحن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية لهذا صرح فقال سترونك ثم قال كما ترون فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن ما هنا مصدرية فيصير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر وحينئذ يصير هذا ماذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء والمقصود الوضوح الظاهر الذي لا ينضم الناس لإدركه بل يراه كل واحد من مكانه وهم متفرقون وكلهم يراه على حدة في غاية من الوضوح نقتصر على هذا القدر في هذا المقام لنذكر بحول الله عز وجل بعض الأدلة التي يشوشون بها على أهل السنة بأنهم ممثلة وحاشى أن يكونوا كذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد